من الناحية النظرية يخضع مخيم الهول لرقابة أمنية مشددة لكن في الواقع استطاع تنظيم داعش شن عشرات من الهجمات داخله خلال عام 2021 تمثلت في أعمال حرق وذبح والنتيجة 91 قتيلا في المخيم خلال عام 2021 قامت قوتنا بعدة حملات كانت أكبرها حملة أمنية بعنوع حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول الشهر الثالث من عام 2021 كان منها نتائج كبيرة جدا كانت الرؤية لها أنها تقويض عمل الخلايا النائمة الموجودة ضمن المخيم ولكن شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2021 عمليات دموية كثيرة جدا تطور فيها استخدام الأسلحة وصلت إلى استخدام الأسلحة المتوسطة ضمن المخيم والهجوم على مركز استقبال لأول مرة يحصل هذا الهجوم أو هذا التطور وصلت الأرقام لعام 2021 حتى اللحظة الآن هي 91 حالة قتل و41 محاولات قتل حاولت الإدارة المدنية في المخيم تخفيف الضغط والحد من عمليات القتل بإخراج آلاف من السوريين وعدد من العراقيين إضافة لنقل عائلات عناصر داعش الأوروبيين إلى مخيم روج ليتقلص عدد قاطني الهول إلى 57 ألفاً بعدما كان 73 ألفاً لأن عمال القتل لازالت مستمرة حيث شهد شهر ديسمبر الجاري مقتل ستة أشخاص إضافة لأربع محاولات قتل وإضرام النار في خمس خيام أخرجنا نحو 9 ألاف سوري في 48 رحلة ونحو ألفي عراقي كإجراءات للحد من القتل ولزيادة ضبط المخيم إلا أن القتل يزداد يومياً ويتخوف الكثير من عمال المنظمات من القيام بعملهم في بعض القطاعات لا سيما تعرض الكثير منهم للقتل وهذا يشكل عبءاً أكبر علينا تغطن مخيم الهول عائلات من 57 دولة حسب إدارة المخيم ويعتقد بأنها تشكل خطراً كبيراً على العالم أجمع في ظل استمرار تربية الأطفال على الفكر المتطرف عمليات أمنية مستمرة وحملات كبيرة داخل مخيم الهول خلال هذا العام والقبض على أكثر من 160 من عناصر خلايا التنظيم بالإضافة إلى خروج نحو 9000 مواطن سوري ومئات العراقيين إلا أن كل هذه الإجراءات لم توقف عمليات القتل والحرق داخل المخيم أجر سيسكاي نيوز عربية مخيم الهول شماشق سوريا